فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية فالواجب أن نثبت على ديننا ولا نحاول إننا نرضيهم أبدا لأنهم لا يرضون إلا بترك الدين وهذا شيء مجرب ومشاهد وهم الآن على قدم وساق في تحويل المسلمين عن دينهم حتى إنهم وضعوا قرآنا وضعوا قرآنا سموه الفرقان فرقان الحق وكذبوا فيه كما فعلوا بالتوراة والإنجيل أرادوا أن يحرفوا القرآن ولكن الله كف أيديهم القرآن محفوظ ولله الحمد وما كتبوه وسموه الفرقان هذا يبقى في أيديهم لا يصل إلى القرآن ولله الحمد فعلى كل حال هذا مثال لما يريده الكفار منا الآن والله نبهنا عليه وقت نزول القرآن منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة أن الله قال إن اليهود والنصارى لن يرضى عنكم أبدا إلا إذا تركتم دينكم ترجمة نانسي قنقر